اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور اسامة الازهري وزير الاوقاف واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الاوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الاربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والارهاب بكافة صوره وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الاخلاقية وتعزيز عمليتي بناء الانسان وصناعة الحضارة وقد اشار السيد وزير الاوقاف في هذا الصياق الى ان الوزارة تهدف الى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم بما يسهم في بناء شخصية الانسان المصرية في اطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آليته لسيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لاكبر عدد من المتلقين الى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والارشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالائمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الائمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الانسانية والاجتماعية والثقافية وذلك بهدف السقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام وتناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية المقرر انعقاده يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعي والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن